إذن أنت تعين من؟ أتعين من يثاب أم من يعاقب؟ فلا شك بيئتنا هي منصة لأولئك الذين يريدون أن يدخروا وهم كثر أمانة العمانيين إذا عرفوا كيف تعمل وشفافية عملك فإنهم يسابقون ولا يدخرون جهدا في أن يمدوك بالخير سواء كان بالدعاء أو بالمال المباشر أو بالرأي والنصيحة فهم كثر أحد أصحابي كان له دخل جيد هنا في أمان وراتبه كبير ولكن دائما يجين يقول أنا عندي مشكلة أفتح جمعية وأدخل في متاهة فيها وأخرج بعدها بعد خمس سنوات من صراع الجمعية وأنا مستدين حتى أدخل في جمعية أخرى وراتبه ليس أقل من ألفين ريال كيف أخرج من هذا ويقول لي أنت راتبك يمكن ما يصنصف هذا المبلغ قال له نعم قال لي أين السر قد رفو الإنفاق إنفق من هذا المبلغ وثق كل الثقة سيأتيك أضعاف ما تنفقه والبركة فيما بقي أول أمس زار لي هنا بعد المغرب هو صديقه تحدثنا فكانت أسارير وجهي مختلفة النور والبشرى والحيوية قال له ما جديدك يا فلان قال جديدي أن الله تعالى أكرمني بأنني الآن أنفق مئتين وخمسين ريال من راتبي وما أحصل عليه من البركة يضاعف هذا الرقم بعشرات وعشرات إذن قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى هنا تجلت وهذه الفلسفة التي وطننا عليها أنفسنا ولذا نحن أشرعنا البيئة هناك لينال الآخر مصداقا لقول المصفى عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهنا تلك البيئة هي التي جعلنا الله تعالى عليها فهي عون للآخر ترجمة نانسي قنقر